أنا فيهم كثير يجيبوا مقطع فيديو أنا في الاتجاه المعاكس على الجزيرة قلت ماذا صنعت الجيش الجزائري؟ على الكاتب والباحث الجزائري أنور مالك وهو ضابط جزائري سابق أيضاً ماذا فعلت الجيوش؟ الجيش المؤسس العسكرية الجزائرية صنعت حرباً أهلية في الجزائر صنعت حرب الرمال مع المغرب صنعت جبهة البوليزاريو تموينها بالمال والعتاد والسلاح أنا ما أقول صنع القضية قضائية الصحرية قلت صنع البوليزاريو أنا كان قصدي في ذلك الوقت أن البوليزاريو وصل إلى مكان معين وصار عضو في الاتحاد الإفريقي وعوصل قضيته إلى الأمم المتحدة من ساعده في ذلك؟ ساعدته الجزائر والجزائر لا تنكر ذلك ولا الصحراويين ينكرون ذلك لذلك أنا قلت هذه الحقيقة اللي موجودة وما زلت أقولها أقول بأن الجزائر هي اللي دعمت البوليزاريو دعمته مدياً ودعمته فيه سياسياً وديبلوماسياً ودعمته واستقبلته على أرضه ووفرت له مكان للصحراويين ووفرت إقامة أكلهم ووفرت له حتى جوازات يسافرون بها الجزائر تبنت هذه القضية لم تخفيها لذلك عندما أقول بأن الجزائر صنعت البوليزاريو فأنا أقصد بالضبط دعم الذي قدمته البوليزاريو لأن البوليزاريو بدون الجزائر وبدون الدعم الجزائر الذي دعمته الدولة الجزائرية على مدار تاريخها ما استطاعوا يصلوا ربما إلى هذه الأماكن ولكن لا أعتقد بأنه ربما حتى لو ما نشوفي مسارها آخر لا وجدوا آخرين يدعموهم على كل حال